مثل أمس وزير الشباب والرياضة يوسف أبا صلاح مثلاً أظيره في الثقافة والتنمية السياحية في افتتاح المرجاء المهرجان الإفريقي العربي للمسرح كان ذلك بدار المرأة الشدي عباس أباكر مصطفى حتى رعاية وزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية جاءت انطلاق فعاليات المهرجان العربي الإفريقي للمسرح في نسخته الثامنة مدير المهرجان محمد نور علي أوضح في كلمته بأن هذا المهرجان يقام بعد كل سنتين مطالباً من المشاركين على احتمام بالثقافة والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية التي تساعد على تقدم البلاد وزير الشباب والرياضة يوسف أبا صلاح ممثلاً لوزير التنمية السياحية والثقافة والحرف اليدوية أكد على ضرورة الحفاظ على الآدابة والتي يتم عبرها ترقية قطاع الثقافية مضيفاً بأن الثقافة والمسرح يعتبران وسيلة لإعصال رسالة تربوية وتوجيه المجتمع وعليه فإن المهرجان العربي الإفريقي سيشارك فيه العديد من أشياقه ومحبي الفنون المختلفة بالبلاد إلى جانب وفد قدم من دولة الغابون